الفيديو بعنوان من الضلال إلى الهدى عودة سيراج حياني للإسلام ما بيحكي عن حاله بثيرت person I like that بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا سواء السبيل وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله ولا أفضل من أن يبدأ كل مجلسين بالصلاة والسلام على خير المرسلين وما مصلي وصلي على خير المرسلين أصدقائي إحساس غريب نسمع سيراج عم بيحكي هيك تتذكروا وتمرأت لكم سيراج أحيانا هو عم بيحكي بيحرك جواتي لكروموزومات الأكس تتذكروا وتعطي لكم هيك شي صراحة هلا هو عم بيحكي هاي بهاي الطريقة الإسلامية وهو عم بيحكي But that's still sexy Damn it it's still hot Still working for me I'm getting abu عبيدة vibes from him It's got very nice من بعثه الله رحمة للعالمين محمد عليه أفضل الصلوات وأكم مفتسلين لعل أكثر المستمعين لي يعرفون ما كنت عليه وما أريد أن أقاله في هذه الحالة هي أن يشأ بيين باختصار شديد أن قراري السابق بالحيد عن الحق واتباع سبيل الضلال ما كان إلا بسبب هفوات فكرية AI 100% No صديقي ماريو إذا نفكر AI بيقدر يعمل هيك شي أنت عندك كتير ثقة زايدة بالاستطاعات البشرية No This is not AI This is actually him ونقص معرفة وحكم متسرع ونظرة قاسرة لكن ما يعزيني في الفترة التي ضاعت وأنا بعيد عن الهدى وغارق في الضلال هو أنني رجعت اليوم وإيماني بالله مبني على تفكر وتدبر فاليوم لا يعتمد إيماني على التلقين ولا على التقليد بل على ما توصلت له بعد مراجعة للنفس وأعمال للعقل واستعانة بالمنطق أغلب دعاة الدين في وقتنا حالي هنا ماشينا عن زد على التلقين ما يسمى هو ربيان مسلم وعبي دعاة الدين تبعه وبيعتقد هو بأنه إنسان منطقي بيعتقد أنه هو كان محايد أحيانا بالتفكير لكن سيراج لا يمكن القول أنه لم يكن بالطرف الآخر أنا برأيي سيراج هو مو بس كامل بالطرف الآخر برأيي شخصي كان من أفضل الموجودين بالطرف الآخر إن كان هناك أحد يمكن القول أنه شاف الطرفين وحابين اسمع رأيه هو بيكون سيراج So I'm in طويلة مع كل ما يثار التشريك لصحة الإسلام وخلصت لأنه الحق وسواه باطل فالحمد لله الذي أراني الحق حقا ورزقني اتباعه وأول رسالة أريد أن أوجهها هاهنا هي لمن انغر بما طرحت سابقا فزاغ قلبه واتبعني فيما قلت فاسمعني بعناية هدأك الله إن كنت بنيت كفرك وبعدك عن الحق على ما قلته سابقا أو الله وبالله وتالله إنه باطل وسأبين ذلك في حلقات قادمة لكني أنصحك حرصا عليك أن ترجع لله قبل هذا أفلا يكفيك أن صاحب هذه الدعوات أو المروجة لها قد أقرب ببطلانها فإن كنت لبيبا فيكفي كذلك لا يكفي أن الصاحب الإدعاء اعتدل عنه لهذا الإدعاء أنت عم تحكي عن ما يسمى بالقطيع صفيت عم تقول إن كنت لبيبا لا ليس اللبيب لحتى تمشي بهذه الطريقة أنت لازم تكون قطيع ماشي مع القطيع فأنت عم تقول له بما أنه اللي كان يدعم يوم أيام إدعاءات اعتدل عنها فأنت الحقه واتبعه مثل القطيع هذا هو الألباب وهذا هو الناس مفكرين لا ليس كذلك اللي أنت لازم تعمله تشرح له لهذا الشخص شو هي الأسباب اللي يجب أن يعود لها وليس فقط لأنك أنت اعتدلت عن أفكارك أوليس هذا كافيا لا ليس كافيا لقوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين نخوض مع الخائضين أي نتبع ما نرى من كفر ونمشي وراء الناعقين فلا تجعل من نفسك أحد هؤلاء بدأت الحكاية قبل عدة سنوات عندما وقع بين يدي كتاب لمعروف الرصافي اسمه الشخصية المحمدية حيث كان الرصافي في كتابه يأخذ أحداث من السيرة متفرقة ويعلق عليها من عنده وطبعا انطباعي بعد انتهاء من قراءة الكتاب لم يكن الردة المباشرة في ذلك الوقت لكنه هيئ نفسي لقبول القعن بالدين أو نقده بشكل كبير فأستطيع أن أشير له كنقطة تحول ولأنه نقطة تحول سأناقشه بالتفصيل كتاب هذا جيد الأصدقاء اللي ما بيعرفوك كتاب جيد ما فيه كفاء يعني نمطه هو ليس كان معتاد نمطه هو مشابه لالشيء من نعمله على اليوتيوب الناس عم يجيبوا أشياء موجودة بالدين وبالله كان عندي مشكلة معها بسبب كذا وكذا لا يمكن اتخاذه على أنه مصدر أفكار يعني هو عم بقول كان بداية سبب شكوكه بالدين لا يمكن اتخاذه عنه مصدر أفكار أو مصدر معرفي لكن يمكن اتخاذه لأشياء لتحفيذ التفكير ممكن يعني في شغل على أنا ببالي كانت أنا من الأشياء البكتوبة بالكتاب كان عم يتكلم مرة هو هذا الشخص تبع الشخصية المحمدية فيه معطا بيقول فيه أنه ليش الناس بتتفخر كتير بالأجاز القوة تبع الأجاز القرآني ليش بيتفخروا بالأجاز القرآني على أنه القرآن مكتوب بطريقة جميلة ولا يمكن اتخاذ شيء مثله ولا يمكن تقليده مع أنه الحقيقة أنه أغلب الناس أسلمت بسبب السيف فليش الناس كتير متفاخرين بموضوع القرآن وأنه محمد دعت للتعشر سنة مع القرآن وما حدا استجابله لحتى استجابلوا الناس بالسيف فليش نحن ما متفخر بالسيف فهو كان ناقد بهي الطريقة فعلقت ببالي السلام أنزلت عليه هذه الآيات وهو في مكة وقبل أن يعرف أحد أن معسكري الكفر والإيمان سيجتمعان في معركة وقبل أن يكون عنده جيش أصلا نزل قوله تعالى مخاطبا قريش سيهزم الجمع ويولون الدبر حتى أنهم صحيحة كانوا يستغربون من معناها ويقولون أي جمع لأنه لا توجد إشارات أصلا تفيد بحدوث معركة فالنبي ليس عنده جيش أصلا ولا حتى هناك معطن في الواقع يفيد بقدرته على تكوين جيش من الأساس والصيرة التي في الآية والتي تستخدم المستقبل واضحة يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر وكلكم يعرفوا قصة غزوة بدر فالنبي خرج من المدينة لإعتراض قافلة لقريش يقودها أبو سفيان فلما علم الأخير بذلك أرسل إلى قومه يأسل إلى قريش لكي تنجده طيب ليش صديقي ما بنا نحكي عن هذا الموضوع أخلاقيا شوي ليش الرسول كان يعترض قوافل أهل قريش ولا حبيبنا تجاهلوا هذا الموضوع بعدين انت ما بتقول بأنه الرسول توقع منه يصير حرب بيناتهم وهذا الشي غير مسبوق وغير متوقصة القافلة اللي صار بسببها من بعد الحرب اللي كان طالع معها جيش القوافل الأصدقائي العربية كان ما يطلع جيوش معها كان يطلع معها بعض الشباب الصغار اللي بيحموهن من الحيوانات على الطريق والأذى وهي الأشياء وقطاع الطرق اللي أصدر أيضا كان عندهم مشاكل تانية ما كان يطلع جيوش لكن بعد خروج محمد من مكة للمدينة بلشوا يعطردوا القوافل على قريش ويسرقوها اللي هو بيسموه قطع طريق بيسموهن سئ سرقة كانوا يسرقوهم ويتفاخروا بهذا الشي والرسول كان كمان يدفع لناس مصاري يقولوا عليهم السوق وقطعين الطرق يعني يدفعوا له مصاري يجوا يساعدوه ليسروا هاي الأشياء فهمت تقول بعد أن عطرد محمد القافل ليش يعترضوا بنا نحكي لنا ليش طيب هالقصة التفسير الإسلامي تعالى موضوع من هنا بيستاهله ما لهم مالونا لأنهم أخرجونا من ديارنا وقصص هذا التفسير تابع الموضوع لكن هذا ما بيبرق قطع الطريق والنشل والنصب والقتل وحتى القتل اللي صار بالأشهر الحرم فنعم أخي سيراج من رأت لنا واحدة سريعة هيك كأنه الرسول عم يدافع عن نفسه كان نو الجماعة أول قافلة سرؤوا ما رأوا له يا أهلا محمد الثاني الثالثة الرابعة الخامس السادسة السابعة لحتى قالوا له يا محمد وصل خبر بأنه حيطل جيش مع السابعة ليش لحتى يخافوا المسلمين حتى محمد والأتباعه يخافوا ما يهجموا عليها القافلة ويسرؤوا قالوا لهم جاي معنا جيش فما فيك تقول هذا الشخص توقع سير الله هو عرفان منه دريانين لأننا عم نسرؤوا نصنع سبع قوافل لكي يحتفل بنجاتها ويغيظ النبي وأصحابه ويتفاخر بذلك أمام العرب فبكل بساطة كان من الممكن للنبي أن ينسحب ويرجع للمدينة لأن القافلة قد فلتت وجيش قريش للعرامرم هذا لا فائدة من حربه بل حربه انتحار حتمي لأنه ثلاثة أضعاف جيش النبي ومجهزون بشكل أفضل بكثير حتى أن بعض الصحابة استغربوا من أمل النبي بالتقدم لملاقات جيش المشركين في بدر ووصف القرآن موقف بعض الصحابة بقول لأنه فعلا موت وانتحار أتريد بجيش بدائي غير مجهز أن تحارب كيف أتسوقنا للموت يا محمد لكن النبي ما فتح يعيدهم بالنصر ويكرر قوله تعالى هناك ناس بهاي الآية لتفسيرات كثيرة يجادلونك في الحق بعد أن تبين في ناس قالت تبين معناته أنه هذا الكلام هي الآية نزلت من بعد الحرب من بعد ما تبين معكم أنه إحنا انتصرنا أنتوا جاعم تقولوا أستاذكم عابد جادل وفي ناس قالت لا بعد أن تبين معنا تتبين الوحي من الرسول إجاء له نزل علي الوحي إجاني وحي وقاب أنه إحنا هننتصر ففي اختلافات بينتهم لكن بالرهاية هاي كلها روايات إسلامية أصدقائي هاي أشياء لا يجب ان يجب استخاذ عنه واقع حصل هاي روايات تاريخية إسلامية قد تكون حصلت لكن لا نعلم لكن النبي ما فتح يعيدهم بالنصر ويكرر قوله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر فهو يعلم أن المعركة ستقع ويعلم نتيجتها وكان يردد قبلها سيهزم الجمع ويولون الدبر وأنت لا شك تعرف نتيجة المعركة فقد كانت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هزم المشركون وقتل قادتهم وولوا الأدباء فبعد هذا تعالى لكي نحلل الموقف أولا التنبأ دقيق جدا لماذا لأنه تنبأ ليس فقط من نتيجة المعركة وإنما بالمعركة قبل أن تحصل تماما متمحك الله صديقين شوي حتى إن حصلت هذه الأشياء تاريخيا حسب الواية الإسلامية يمكننا أن أقول بكل بساطة لأنهم سرقوا سبع قوافل وهددوهم إن تعرضوا للسابعة سيأتي الجيش ما فيك تقول تنبأ سألهم عم يصروا ست قوافل لأحد أبين معهم أن السابعة جاي مع الجيش لكن غاليا بمرئ لك ياها ما في مشكلة في ظرف وفي وقت لم يكن هناك أي معطن يشيروا لحصول مثلها هكذا معك وليس هذا لم يكن هناك معطن ست قوافل سرقوا لهم صديقي وهم اكتب مرة سنطالق كيف لا يمكن هناك أي دليل أو تخيلوا أنتم في شخص قاعد براس الحارة وعم بيستنى شخص ليطلع من بيته لمدة ست أيام كل يوم عم يضربه كل يوم عم يضربه كل يوم عم يضربه عم باليوم السادس بالليل قال لكم هذا شكله بدأ يجيب رفقاته ويجي هجم علي عم هداك جاب رفقاته ويجي هجم علي شفت عم انا بتوقع مستقبل شريك صدق ضربه ست مرات انت لهذا الشخص وهو هددك ميران وتكراني اذا ابدال عم تضربني لا يجيب رفقاتي كمان اخي سيران وليس هذا فقط هو لم يكتفي بالاخبار عن المعركة وعن نتيجتها بل تصرف على اساس ذلك أي قاد جيشه وجره جرا لمواجهة غير متكافئة ما بالك بها كذا شخص كذاب حاشاه مثلا يستحيل أن يكون كذلك لماذا؟ لأن الذي يكذب كذبة ويؤلف الوحي من عنده ويدعي وجود معركة هو منتصر فيها لم يجر جيشه إليها ولن يرهب إليها فهذا بالعقل لن يكون إلا من شخص متيقن أن ما يتلقاه من خبر سيحصل فالنبي من شدة ثفته بوعد الله جر جيشه للمعركة جرا وهم غير راغبون ويقولون أتسوقنا للموت يا محمد ولسان حاله يقول بل لنصر الله وما وعدني وكان تماما كما قال في مشاكة كثير بهذا الطرح بداية هاي الآية جبت لكم ياهو عم بيحكي لأنه بدي لكم شغلة عليها بداية هاي الآية فيها فيها شي رهيب موجود اللي بتكره كتيب الإسلامي أنا بحب سميه خلينا نقول سيفتي زون الله بحب يعمل سيفتي زون بالقرآن الآية شو هي سيهزموا الجمع ويولون الدبر هي آيات زي من نرى آيات لأبا هو بتكلم عن كفار آخرين تاريخيا انتصروا عليهم المؤمنين والله عم يقارون بين بعضهم مثل هون فرعون وإلى آخر مهم سيهزموا الجمع ويولون الدبر لكن من بعد الآية اللي بعدها شو بتصير بل هاي البل كمان بل تدل على أشياء كتيرة أو يفهم منها أشياء كتيرة فهموها على كيف كون بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر أصدقائي هاي السيفتي زون أنا بحب تبع القرآن ليش لأنه إذا انتصرنا منقول ليك القرآن مكتوب سيهزموا الجمع مكتوبة لكن إذا غلبوا هن انتصروا مو مشكلة لأنه بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر هاي بداية تانيا لما منقول بأنه النبي توقع شغلي يا أخي سيراج وهذا دليل أنه هو رسول عم تقول أنت عطيتني خيارات لا يمكن أن يكون كاذب لا يمكن أن يكون مخشوش لا يمكن أن يكون مدشوش في عندك أيضا خيار صديقي أنه هو متوهم لأنه فعلا يعني ما بدلون الناس بتقول محمد كاذب أنا قلة من الناس اللي درسوا التاريخ الإسلامي بيسمعهم بقولوا محمد كان إنسان كاذب الأغلبية بقول لك كان فعلا متوقع من هو رسول فإذا كانت القاعدة تبعك هذا الإنسان بيتوقع المستقبل لذلك فهو رسول أنت بتكون غلطان لأنه هذا اسمه استنتاج غير مبرر ما يمسدل أنه سنعطيه سنربحه معنا السيراج هذه أول مرة من ربح سيراج معنا مغالطة منطقية أصدقائي اللي هي غلطة الاستنتاج الزائف وتصير على النحو الآتي نحن بنأثبت إنه الله موجود فشلنا يعرف إنه الله موجود فيه نبي بيتواصل معه لهذا الإله وهذا النبي ادعى ادعاء وحصل فإذن الله موجود هاي اسمه مغالطة استنتاج الزائف لأنه مقدمات ليس لها علاقة بالنتيجة النتيجة يفترض فإذن الله موجود لكن مقدمات ما دخلها بهذا الشي انت عب تحكي على رجل توقع شغلة وحصلت طب هذا الشي بيثبت أنه هاي الشغلة حصلت وهذا الشخص أحيانا بتوقع أشياء صحيحة لكن شلون وصلنا وقفزنا لأنه الله موجود ما عرفنا هذا الشي نحن ناهيك عن إنه إن كنت انت حاطت قاعدة أخي سيراج إنه بما أن الرسول بتوقع أشياء بتحصل فهو على حق والله موجود هذا الادعاء بيفتح عليك باب ما يسمى بالتضاد أو المضاد بمعنى إن كانت هي قاعدتك على الصحة فإذن العكس هو قاعدتك على الخطأ ما أنك عم تقول الرسول إذا توقع شيء وحصل فهو نبي فإذن إن توقع شيء ولم يحصل فهو ليس رسول وليس نبي فتعال أجب لك شغلة تشوفها لنشوف إن كانت القاعدة تبعك تعمل فهو لنشوف بهذا الحديث إن كانت القاعدة إن الرسول عندما يتوقع شيء وحصل فهو نبي إذن المعاكس أيضا صحيح إن توقع شيء وأخطأ فهو ليس نبي فتعاونا إلى هذا الحديث كان الأعراب إذا قدموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة متى تقوم الساعة الأعراب عم سألوا الرسول تقوم الساعة فنظر الرسول إلى أحدث إنسان منهم على أصغر واحد بينهم فقال إن يعيش هذا هذا الغلام إذا وصل لعمل الهرم لأن الرسول ممتأكد إذا حيصان لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم الرسول كان مثل مثل التصورات اليهودية والمسيحية خاصة في ذاك الوقت تبع العودة الأخرى للمسيح والأشياء الرسول كان مثل مثل الناس بهذاك الوقت متخيل أنه الساعة قريبة والقيامة حتقوم وكان متوقع حسب هذا الحديث أنه مئة سنة بعد حياته الرسول لأنه في بروايات أخرى ومتن آخر بأنه هذا الولد كان عمره إذا عشر سنة فإن هرم هذا ستقوم عليكم الساعة فالرسول كان متوقع منه القيامة اللي حتقوم بعد مئة سنة من وفاته لكن هذا الشيء ما حصل لكن 1500 سنة موجودين أخي سيراج هل هذا يعني أنه الرسول لم يتوقع شيء صحيح أنه توقع شغلي وأخطأ وهذا صحيح هذا كلام عن عائشة بصحيح مسلم حديث صحيح هذا صديقي وإنت جايب لنا حديث أيضا صحيح تبع معركة بدر عندما ثاب الرسول من الدرع هاي تبع سويلونا الدبر فحديثك صحيح وهذا حديث صحيح عنا حديثين صحيحين واحد رسول توقع شغلي وحسب روايات إسلامية حصلت واحد رسول توقع شغلي وحسب الواقع تبعد وقتنا الحالي أنتوا فهمانين غلط الرسول كان أصده أنه هنن أهل المنطقة لحيموتوا بس لا يهرم هذا الولد أنه الرسول كان عبيلهم شايفينه هذا أصغر واحد بياناتكم بس لا يصير عمره ما يقارب المئة سنة لح تكونوا أنتوا كلكم ميتين يعني شو هدا هاي كان بدنا رسول اللي هيتوقع أصدقائي الوحي هذا بده رسول كان من عند الله اللي يتوقع أنه الناس اللي عادين وعنا اليوم وعمروا وسطيا بالثمانية خمسة وثمانية ستين هدول بعد مئة سنة حيموتوا بدنا رسول اللي يتوقع هاي الشغلة كانت فهي من الأحاديث التي يتهرب منها الإخوة الدعاة في وقتنا الحالي يتهربون فهي الشغلة أذكر في شغلة تانية أخي سيراج هلت ذكرت ونحنا عم نحكي في شغلة لسه أحلى من هاي حاجب لك ياه خلي حماشين على القاعدة تبعك نفسه أخي سيراج نحنا إن وعد الرسول وصدق فهو على حق إن وعد ولم يصدق فهو على باطل هجب لك شغلة طيب شو رأيك هجب لك شغلة مو الرسول هجب لك شغلة the big guy himself شايفوا هذا الحديث أخي سيراج نحن سامحكم فيه أخوتي مشاهدي شو هيكون سامح الأخوة المسلمين بها خلينا نسامحوا نتنازل عنه أبلانين أنتو لأيكون شغلة أحلى خلينا ننسى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام ونحكي على big guy himself الله سبحانه ومن ثم تعالى في آية بالقرآن الله نفسه بيوعد بوعد وبيخطئ هذا الوعد حسب تجربة المسلمين وبيغير رأيه بوعد آخر طبعا الله يعينكم على التلاوة تبعي الغير عطيرة لا حتكون بمعنى الواحد منكم بيغلب عشرة الآية اللي بادة فورا أصدقائي الآن طبعا بعد هذا الحكم اتدبحوا الأخوة المسلمين للأسف تاريخيا صاروا المجازر فيه لأنه انزلت إذا أنت عبتبني الحروب تبعك على فكرة أنا الواحد عندي بيئة العشرة good luck that's not how things work فمن بعد ما استحرر قتله بالأخوة المسلمين في الحروب والهزائم اتغيرت الآية الله سبحانه وتعالى خالق الأكوان العالم بالغي بيقول الآن خفف الله عنكم وعلمه أن فيكم ضعفان الآن خفف الله عنكم وعلمه وعلمه لم يكن يعلم كلنا من ننسى وجلة من لا ينسى هذا المثال ما بينطبق الجلة من لا ينسى لهو حرفية this is the big guy this is the guy ولما منقول جلة من لا ينسى this is the jala guys هذا هو الجلة اللي نحكي عنه تقول جلة من لا ينسى الله يحب النسخ ومنسوخ نعم هي ناسخ ومنسوخ بالصورة نفسها بالآية اللي بعدها هي أسر على نسخ بتاريخ البشري يعني يوميتا جبريل ما عنده وقت جبريل طاليا نازع كان يوميتا الاسر على نسخ بتاريخ البشرية طبعا تطبيق القرآن هو ليس كذلك الناس تخيلوا انه كانوا قاعدين هن الاهي الآية بعدين تاني يوم فقاة الآية التانية الامور بتاخد مساحة وبيتجمع القرآن بعدين بعض وفاة الرسول قصة طويلة الان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكم منكم مئة صابرة يغلبون مئتين صار واحد بقدر على اثنين كانت واحد على عشرة أم ما قدروا أم الواحد صارت على اثنين وإن يكم منكم ألفا يغلبون ألفين بإذن الله والله مع الصابرين فهونا في عنا صديقي مور رسول مو هذا الحديث يجبت لك قام شوي وحاديث أخرى كتير أن الرسول أخطأ فيها توقع أشياء ما صارت بالمستقبل عم نحكي على الله نفسه بالقرآن نفسه هذا وعد يا أيها نبيه حرد المؤين على القتال إياكم منكم عشر هذا وعد أنا أنا إله لكم أقول لك إذا بيقوم بيناتكم واحد بيقتل عشرة بيغيب الله بيرجع بيشوفهنا عم بيخسر وحروا عم بيتدبح آه آب أوبس أوكي الآن علمت أنا آسف أنا هلأ عرفت ما فيكن ضعف ما أنت معهم يفترض أنت كيان سحري أنت بتقدر وتربح واحد على مليون أنت إله الكون ليش الأرقام مهمة بها الحروب كيف الأرقام تبع الناس والسيوف والعتاد تبعهم مهم وإنت إله واقف يعني أنت لك شو هي الصورة أصدقائي هاي الآية لما بيتم نسخها بالآية اللي بعدها بتعرف شو معناته هذا الكلام معناته أنه عشرون صابرين يغلبونه مئتين وإياكم منكم مئة يغلبون ألف هذا الشيء لا يمكن أن يحصل حتى ولو كان الله معكم هذا معناه لما بتنسخ هاي الآية بآية تانية معناته حتى ولو كان الله معكم ما بيقدر الواحد يقتل عشرة شنون بدأ مرقة فكريا ومنطقيا هاي الآصة عم نحكي مرة تانية أصدقائي كيان سحري بيقدر بيخلي واحد يغلب مليون إذا بده لكن الله خالق الكون ما قدر يخلي الواحد يغلب عشرة فنزل لهم يعني خلص الواحد بيغلب اثنين بعدين مو نزلها مثلا خمسين بالمئة آه أنا خطأت خطأ صغير يعني الواحد ما بيغلب عشرة بيغلب خمسة واحد اثنين بيغلب اللي هو ما حصل أيضا مع المسلمين الجرق لش الدواعش شو صار فيهم أصدقائي بالبوكامار وشو صار فيهم بالحروب بين الجيش العراقي والجيش السوري لما كانوا عبي طبقوا هاي الآية طبعا واحد بيغلب مئة عفوا الواحد بيغلب عشرة اتدبح والدواعش بيقولي الألباب صراحة فاجعة فكرية لولي الألباب أي حدا عن جد محايد فكريا حابب يقرأ القرآن من نفسه عبارة عن أداة مستخدمة بيد محمد محمد يشوف المعطيات بيغير شغل بيغير الكلام طبع وحسب المعطيات وليس إله قادر على كل شيء بيقدر يخلي واحد يغلب عشرة وليس إله يتوقع مستقبل لأنه بيغير رأيه مع الوقت بيقول لك لا الآن علمنا أنه فيكون ضعفا فنعم أخي سيراج مرة ثانية كسرنا القاعدة تبعك تبع الرسول توقع انتصاره ببدر فإذا هو من عند الله والله موجود والله حق والسبع سماوات انتباقه وأراضينا فقط كسرنا هذه القاعدة ما أرجيناك منه هذا النبي هو والإله نفسهم بأخطئه بيتوقعوا شغله بتطلع غلط فكسرناها هذه القاعدة أكمل أخي سيراج فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معه ما يقارب الثلاثة آلاف مقاتل يحاصرهم عشرة آلاف من المشركين كانوا متحصنين في المدينة وبينهم وبين المشركين الخندق وكان النبي يعد أصحابه بالنصر وليس فقط بالنصر بل بالنصر والتمكين في الأرض في حين أن الواقع ومعطياته في ذلك الموقف لا يشي بقدرة على النصر فضلا عن التمكين وأنا هنا سأأخذ لك وصفا من القرآن لحال جيش النبي نعم يمكن حسب رواية الإسلامية القول أنه في أماكن فعلا انتصروا مسلمين بشيء غير متوقع لكن ما فينا نقول أنه هذا الشيء دليل على صحة أي شيء لأنه بيتكرر هذا الشيء تاريخيا بأماكن أخرى في كتير جيوش ومعارك وأماكن وبلدان ومدن ناس انتصرت بشكل غير متوقع وشكل بالعكس كان متوقع الهزيمة وانتصروا إذا من نقول أنه الناس يبتنتصر بشكل غير متوقع هن الله معهم أو فيهم شيء إلهي صديقي شو من نقول على الصهاينة هل ساعة هنا نقول إذن الصهاينة وليس اليهود بين رتاني الصهاينة معهم حق لأنه لما أجوا اختصبوا هاي الأرض وسرقوها دول الطوق كلها حاربتهم وهزموهم كلهم شو منقول ساعة معهم أكيد الله معهم لهدون الله مع اليهود جماعا طبع عليهم نفس مواصفات لإنتقلتها هلأ إجوا من برة كانوا أقلية قعدوا بأرض مولئ لهون سرقوها للأرض أعلنوا من أرضهم أعلنت الحرب عليهم من دول الطوق حواليهم كلهم العرب نفس الدين ونفس اللغة ونفس اللهجة ونفس كل شيء هجموا عليهم هجمة واحدة كلهم وهزموهم كلهم وهنن الغربة عن المنطقة وهنن ليسوا مبلاد المنطقة فشو منقول إن الله معهم كان أخي سيراج عدت ذكرني بمثال شريف جابل ومايكروفون تبعي أخي عطوا المايكروفون للي يعرف يغني أهل فلسطين ما بيعرف يغنون فلو افترضنا جذرا وتنازلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام كذب في هذه المرحلة أو يتلقى يكذب عليهم لأن لا يوجد لديه وحي ولا شيء فما الذي يجبره على تحمل كل هذا والله الكذب لو وضعته ساعة موساعة فقط دقائق في هذا موقف سيسلم وينتهي لماذا؟ ما الذي يجبره على تحمل كل هذا فأنت ها هنا أمام شخص يستحيل أن تكون هذه التنبوات أو هذه الأخبار أنا شو بتحسس لما أسمع كلمة يستحيل أنا بعتقد أغلب الناس يتكون تستعمل كلمة يستحيل ما بيعفر العواقب الفلسفية تبعه هذه الآيات التي يخبر بها من مصر وتمكين يستحيل أن تكون معخوذة من معطيات في الواقع مستحيل لأن الواقع يقول له أنت مهزوم لا محالة ويرد عليه بلسان حاله بل منتصر وهذا فعلا ما تحقق بعد ثلاثة أسابيع من الحصار فاندل وانتصر المؤمنون وأزيدك أكثر من ذلك أبو أن تزيدني صديقي مرة تانية بنرجع للي أنت عم تعملوا طول هالفيديو وهو للأسف مغالطة تانية انتقاء الكرس أنت عم تنتقي الأماكن اللي ينتصر فيها الرسول واللي توقع فيها الرسول وعم تقول التوقع هو دليل على الصحة والنصر هو الدليل على الصحة أنا جبت لك أد أماكن لتوقعوا ما حصل وفي عنا أحد إذا بدك معارك في عنا معركة أحد اللي أيضا توقع الرسول ينتصر فيها وخسر وانهزموا هزيمة شلعاء هاي معاركة أحد ألم يتوقع الرسول الانتصار معاركة أحد ودعا للانتصار وقال لهم أتانا النصر وإني أراه قريبا وخسره ونسلمين فنعم صديقي مغاطن انتقاء الكرس هي لما أنت بتنتقي الأشياء اللي بتتماشى مع الفكرة يحابب تصلى مع تجاهل الشغلات اللي بتطعم بالنتيجة تبعك وهذا اللي عملته أنت الرسول ادعى ونجح جبنا لك أنه ادعى وفي شيء ما بدك تشوفها الرسول فات بحرب وانتصر جبنا لك كمان حرب تاني تبع أحد وأنه هزم ما بدك ياه هذا اسمه انتقاء الكرس أي حدا بقدر يعمله الصورة اللي لحد هللا عم تحاول ترسومها أخي سيراج أحي اختصر لك ياها بالشكل الآتي إن جبنا شخص يدعي ادعاءات تصيب وتخيب ماذا تقول عنه انت شبتون على هذا الشخص بتقول شخص عادي يدعي ادعاءات تزدت لك هذا الإنسان انفكر حاله متواصل مع إله بتقول لي قد يكون لكن بما أنه بيصيب ويخيب هذا يطعن بأنه هو يتواصل مع إله بعدين ازدت لك طب هذا الشخص لا يكذب وعرف عنه أنه لا يحب الكذب ولا يكذب أي قد يكون إنسان أصبح مضطرب عقليا يعتقد أنه يتواصل مع إله ليش؟ لأنه نحن بانينا على قاعدة يصيب ويخيب انت فايت بقاعدة هو يصيب لا يخيب ونحن أثبتنا لك العكس هلأ هون فصف الصورة هي إن كان عندنا شخص يدعي التواصل مع إله يدعي ادعاءات أخرى منها ما يصيب ومنها ما يخيب شو منقول عنده لهذا الشخص؟ على الأغلب أنا ترجيحي الشخصي إنسان يعتقد أنه يتواصل مع إله لكنه لا يفعل ذلك وبيدعي ادعاءات كثيرة منها بيحصل ومنها ما بيحصل فنحن ما فينا نشوف الأشياء اللي حصلت ونقول هذا دليل على صحته بتحمل عواقب كثيرة أو بتحمل عبء كبير فينا أقول هذا الشخص غير صادق أو غير صحيح فنعم لحد هلأ اغسراج غير جيد أبدا ادعاء تبعا تتلموا بهكذا وعود ومو بس غير جيد بصراحة حابب ضيف إنه لا يتماشى مع مستواك الفكري المعهود كان مطاردا شريدا لا يأمن على نفسه من القتل فأنا أريد منك هنا أن تقف قليلا وتحلل الموقف فإطلاق هكذا وعود لا يخرج إلا من ثلاثة أشخاص هذا رابع لهم شخص مريض مجنون بحيث أنه يعطي وعودا لا علاقة لها بالواقع منفصلة عن الواقع وضرب من ضروب الخيال وهذا قطعا ليس هو حال النبي عليه الصلاة والسلام لأن الوعود التي يعطيها تتحقق فلما وعد بهذا بعضها يتحقق صديقي لكن أكمل وعد في الأعزاب تحقق وعد أنهم يتمكنون تحقق لكن وعده بالطفل لم يتحقق وعده بالواحد يتعشر من يتحقق وعده بأحد لم يتحقق كل شيء يقوله يتحقق أما المجنون والمريض لو أعطى وعودا خيالية بهذا الشكل لأنه مجنون أو مريض ممكن أن يعطي وعودا خيالية بهذا الشكل لكن أصحابه أو المحيطين به سيعلاحظون ذلك سلاحظون أنه لا يتحقق من شيء وسيعرفون كذبة وسيعرفون من حوله أو شخص كذاب يتسلى بقومه بحيث يعطيهم وعودا خيالية ليضحك عليهم أو لغاية لابتي نفسه أو لسبب أوي آخر فالكذاب لا يتحمل في سبيل كذبته حتى وخزة إبرة فما بالك بقتل وتهجير ومضاردة وتشريد وتجويع وخوف وكل ذلك الذي تحمله النبي على مدال دعوته لا يتحمل أوكي ممكن أن تفهم على هذه النوطة أن الكاذب اللي يعرف حاله كاذب يمكن يتجنب يكون في عذاب بحياته ألم نحكي أكثر عن الموضوع أما الشخص الثالث هو شخص يتلقى خبرا لا يعتمد في معطياته على الواقع لماذا؟ لأنه لو كان تنبؤه ممكن أن نستخلصه من معطياته في الواقع لا نستعجبنا لكن كل التنبؤات التي ذكرت عليك هي من الواقع وبعيد عنها وهو ضدها وعكسها يعني فبالتالي هذا الشخص يتلقى خبرا وكأنه قدم الزمان ورأى ما حصل ثم رجع وأخبر به فهذا يفسر محدث وهو معروف عندنا بالوحي وهو حال النبي عليه الصلاة والسلام أما غير ذلك فلا يوجد التنسي ثلاثة لا رابعة لهم أعطيك أن من هو الرابع الشخص يعتقد فعلا أنه يتواصل مع إله بسبب خلال عقلي أو صدام عقلي أو مشكله يعتقد فعلا أنه يتواصل مع إله ويدعي ادعاءات عشوائية بعضها يصيب وبعضها يخيب هاي التفسير الرابع للموضوع وحتى زنسيت يدعي بس أنت شخص يعتقد أنه فعلا يتواصل مع إله هذا الشيء بيجنبك عن الكذب هذا لا يكذب هذا بيبرر ليش مستعاد يتحمل عذاب لأنه فعلا يعتقد أنه يتواصل مع إله ما أنا فكر حاله كذاب وهذا مرة تائمة مثل ما حكيت ببداية الحلقة موقف أغلب اللا دينيين اللي عن جد متعمقين بالدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية وبيفهموها بيقول لك أنا تقييمي الشخصي أنه يمكن محمد كان فعلا يعتقد أنه هو يتواصل مع إله لكن مشكلتنا اللي بتصير أنه ما هو الدليل أنه هذا إله موجود دائما هاي مشكلة نفسها الشراء السلفي لا يبدو ذلك لحد الآن لحد الآن لا يبدو ذلك لكن الاحتكام للنصوص والاعتقاد أنه شيء منزل ودقيق ويمكن الاحتكام به على أنه حجة لحجة صحية الإسلام هاي حركات سلفية هاي حركات أصولية أرتودوكس جماعات المؤمنين بالنصوص بالسنة خلينا نقول مثلا مرة على هكذا أحداث ووقف عندها وسأل نفسه هذه الأسئلة التي تقطع بأن حال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن تفسيرها إلا بالوحي بالطبع نبني فقط تعرض شخص ما للعذاب هذا لا يعني أنه ادعاءه صحيح صديقي في فرق بين هاي وهاي أنا الأخوة المؤمنين بحس سيراجي على الفيديو أنا أقول أخوة المؤمنين ما أصدني أقول أخوة المؤمنين سيراجي طالب الفيديو المشكلتي مع الأخوة المؤمنين أنه هن مستعدين يعملوا كل شي لكن ما يروحوا على النقطة الأساسية وهي إثبات وجودي لله دائما بنا نحكي بالتفاصيل أعطيكم مثال لنقول للتوضيح اتخيلوا أنا اليوم ادعاء أني أنا صاحب معمل بسكوت وهي البسكوتة هي حرفيا أطيب شي ممكن تدقوه بحياتكم لدرجة أي حدا بياكل مننا لقمة واحدة بصير عنده نشوة جسدية وروحية لهذا الادعاء تبعي أنا صاحب معمل بسكوت أي حدا بياكل لقمة واحدة بصير عنده نشوة جسدية وروحية بهذه البسكوتة هذا الادعاء تبعي هنا خلونا نشتري لهذه البسكوتة ندقل نشوف إزاي الشخص ادعاءه صحيح البسكوتة هلا غير متوفرة وبصراحة لا يمكن إثبات وجودها وعدم وجودها حاليا ولكن خليني خبرك شغلة صاحب المعمل ها أنت اللي معرفانه التعذب وجابوه الحكومة وسجنوه بسبب معمل تبعه وانسجن ثلاثين سنة من العذاب فشو رأيك؟ مو طيب البسكوتة وفعلا عم تعمل نشوة جسدية وروحية؟ نو نو هلا شلمتك يعني يصل الاستنتاج انه بسكوتة فعلا تعمل الشغلات اللي انت ادعيتها بس لأنه تعذب الزنم بالسجن طيب بدك ما بتكفي حزيدك من الشعر بيتا هو مو بس تعذب بالسجن مو بس هيك بلغنا من أصدقائه من حسان عن عدنان عن فرحان عن حزنان عن نور عن خالد بلغنا انه كان جالسا وقال انه هو يعلم انه سينسجن بيوم من ايام هاي زدتك من الشعر بيت الزنم مو بس سنسجن وتعذب هو كان بيعرف انه حينسجن وحيتعذب فشو رأيك الان؟ او ليست هذه البسكوتة هي فعلا اطيب بسكوتة بتدوء بحياتك؟ نو لا لا لانك انت عب تحكيني شغلات ما لا علاقة بالمشي اللي انت لا يفترض اكبته نفس الشي اصدقائي دخوا المؤمنين الله موجود هو خلق الكون ممتاز شنون الرسول قال اللي حيصير حرب وصارت مو بس هيك قال حينتصر وانتصر شو بدخلون شنون نوصلهم مع بعض هادي كنا عم نحكي بداية الحلقة مغلطة الاستنتاج الزائف نون سكوتر فالسي هاي طريقة الاستدلال المكسورة ليش نحنا عم نحكي على شغلات جانبية حتى ان حصلت وان صحت لا تدعم الادعاء الاساسي اللي هو وجود الاله مفهوم العذاب ايضا ايضا ننطبق ان نقول الاخوة المسيحية والتلاميذ المسيح تلاميذ المسيح والعذاب اللي تعذبوا والضرب والقتل اللي يأكلوه هذا دليل انه الدعاء صحيح اذا نقول من الرسوم ما انه تعذب معنى كلامه صحيح هذا الشي ننطبقه على كل شي اي حدا بتاريخي بشير تعذب لأي فكرة نقول هاي فكرة بالضرورة صحيحة مو هيك تشتغل امور صديقة سيراج صحية الفكرة بتوقف او بتوقع مع الفكرة نفسها مو الاشياء الجانبية اللي حواليها واصحابه للفكرة شو ألوانهم كانت او شو عروقهم او شو أكلوا او شو شربوا ايام تناموا مو موهمة موواصفات الاشخاص موهم الفكرة نفسها اما الفكرة نفسها مع التنقيح والتأكد بتنهض أو بتسقط عدا ذلك نفتح الباب للجميع تلاميذ المسيح تعذبوا انتو كلامكم صحيح ربكم موجود التلاميذ بودة تعذب انتو كمان زي العسل محمد عزب أكيد الدين الإسلامي إذا نفتح الباب للجميع يا صديقي وإذا بدك تسكره لهذا الباب وتفتحه لإلك فقط هذه المغارضة اسمها مغارضة استثناء الخاص اللي هي قاعدة بتنطبع على الفكرة أنه حابب إيصال الله لكن لا تنطبق على أي مكان آخر حسراً فقط الفكرة تبعي مرشح أو كثل اللي أنا ما عم بتهم سيراج فيه لأنه ما قال هيك لكن بحال قال هيك هذا اسم استثناء خاص فلو كنتم تتذكرون أنا أنتجته حلقات عن إدعاء إصابة النبي عليه الصلاة والسلام بمرضي صرع الفص الصدغي وهذا أخذته من الرصافي نفسه فهو عنده في كتابه نفسه هذا الإدعاء أنا أخذته منه أخذته منه بلا تدقيق ولا مراجعة ولا شيء أخذته منه مثل ما ذكره أخذته وتبنيته وهذا بسبب الحكم المتسرع وقلة الفهم والهوى أجارنا وأجاركم الله يعني سيراج كل واحد إلا لمسة بالساحة كل واحد إلا لمسة خاصة بالساحة برأي الخاص أنا إن كان إذا رجعنا وقلنا شو هي اللمسة تبع سيراج برأي لمسته بتكون صرع الفص الصدغي هو أكتر واحد تكلم عن هذا الموضوع بتشعب وتفصيل ولما هون عبقل أني تكلمت عنه بعجالة ومن دون تأكد بصراحة الحلقات اللي عملتها لا كان يبدو عليها ذلك ما كان يبدو أنك أنت لم تكن متأكد وبعجالة وإنما أنت تحددت فيها مناظرات للناس الآخرين فواضح كان من الأداء تبعك وبن البحث اللي تأكدنا منه من وراك وشفنا النصوص اللي عم تشاركها أنك أنت عملت السيرج تبعك فهلا عم بقول أنا ما فكر مو أنا تبعي هو أنا أخدت من شخص تاني هالفكرة وطرحتها بدون تفكير لا قد يكون قد يكون هذه الحلقات فقط بل كل الحلقات التي عرضت كانت تتبع هذه الآلية آلية التي اتبعها رصفي نفسه في كتابه وجاء بها بهذه الإدعاءات الفاسدة من هم المتأثيرون في هذا الموضوع في هذا الموضوع ونوضوع الشبهات واللادينية نفسه كلهم ضعاف لا يعرفون في الدنيا شيء أُغلبوهم الأغلبية الساحقة منهم لا يعرف شي في الدين اطلاعه قليل جدا مهما كان يعتقد أنه أن لديه الطلاع ويه فهم ويعرف بعض الأحاديث يعرف بعض الآيات لكن اطلاعه قليل جدا لا يفهم في أصول الثقة لا يفهم في الأسطنباط لا يفهم في الأدلة لا يفهموا في اللغة لا يعرفوا كيف يقرأوا الآية الأصمام فكيف يفهمُها فكلهم من هذا النوع أغلبهم حتى لا نقول أغلبهم لما منقول كلهم بعدين منصلح أغلبهم كلهم معناتها شمل مغالطة الشمل لكن أغلبهم بتصير كمان عنا مغالطة ثانية اللي هي نوتروس كاتسمان فالسي يعني ما بعبشو هي بالعربي بصراحة المعنى تبعها المغالطة هو الإنسان اللي بيحط قاعدة معينة عما يعتقد أنه هو صحيح وأي حدا حسب هو معتقد الشخصي لا يأتي بهذه المواصفات يهو خاطئ بأعطيكم مثال عنهم لا يوجد شخص ملحد حق لا يؤمن بالتطور هاي قاعدة تبعي أنا منين جبت أنت شلون طلعت معك؟ إن كنت ملحدا فيجب أن تؤمن بالتطور كله غلط كلامك بالحاد ما لا علاقة بالعلم الإيمان ما لا علاقة بالعلم أنت يؤمن بالتطور علم وإمامها كله غلط كلام منين جبت لي هاي قاعدة؟ هذا اسمه نوتروس كاتسمان فالسي أنا بكون قعد فيها لما بقول هاي الكلام اللي أهلأت تلكونيان نفس الشيء لأخوة المؤمنين عادة أو مسلمين لما تقول هذا الشيء فيه ناس قرآنيين وبيقولوا أنهم مسلمين فنعم لما بتقول هدول كلهن الناس هدول ليسهم مضللين وأغبياء ولم يكن مدشو أو أغلبهم ليس كذلك انت وعب هاي مقاعدة صديرة نتائجهم في العمل وطرح الشبهات أو طرح الاعتراضات ليست نزيهة أصلا ولا يمكن أن تعبر عن شيء حقيقي النتائجها دائما ستكون خاطئة لأن الآلية نفسها خاطئة ولن نكتفي بالقول أن الآلية خاطئة فلما نتج عنها خاطئ بل سأثبت لك ذلك سأثبت لك ذلك بالأدلة ولكن لا يمكن أن أعرض كل شيء الآن لا يمكن أن أحديث عن كل شيء في مقطع متفاهم هذا الشيء ما فينا نعمل كل شيء بحلقة واحدة بل متفاهم بل سنعرضه في مقاطع ستمزل كباعا وقبل أن أختم هذا الفصل خطرت في بالي سؤال وديه ربما يدور في رأس كثير من الذين الآن بل وطرحه علي أحد المقربين لما أسمعته ما أسمعتكم فقال لي أنك اعتمدت في تنبؤات النبي التي تحققت على السردية الإسلامية التنبؤات النبي التي ذكرتها لكم بمثال معركة بدر والأحزاب وكذلك تنبؤه بهزيمة في فارس ورم وبتمكيني في الأرض فقال لي أنت اعتمدت على السردية الإسلامية أنا أقبل هذا الكهن فضحكت أنا وقتها وقلت له وأنت على ما ذا اعتمدت في طعمك في النبي عليه الصلاة والسلام لما تقول أنه تزوج عائشة في سن الست وبنى فيها في سن التس على ما ذا اعتمدت أليس على السردية الإسلامية وعلى ما ذا اعتمدت في شبهات سبايا أو طاس أليس على السردية الإسلامية فهذه عقلية الفلتر التي أحدثكم عنها عندما يكون الشيء يمكن استغلاله ضد الإسلام ويمكن تحريفه أو تزويره لكي يستخدمه ضد الدينة أو ضد ويهاجم الدينة فيه أو ينتقد الدينة فيه بين قوسين فيتصبح السردية الإسلامية مصداقيتها عالية لا أصدق منها لكن عندما يجد شيئا يثبت نبوة النبي ويثبت الوحية ويقطع به تصبح السردية الإسلامية فيها شكل أوكي ما عم بصدق الناس يراجل عم بيحكي له أنا متأكد أن السمعان هو نفسه رادل على الناس بتحكي هالكلام شو عم بيقلك هو كه الناس اللي بتنتقد الإسلام من جب لهم الأشياء الإيجابية بيقول لك أنا ما دخلني بالإسلام أنا رست مسلم لست ملزم لكن بلما يحكي على الأشياء السلبية بيصير ملزم نو صديقي اللي أنت سميته من شوي شو سماها هذه عقلية الفلتر التي أحدثكم عنها عقلية الفلتر أنت بسميها عقلية الفلتر ليست عقلية الفلتر هي اسمه إلزام معرفي صديقي اسمه إلزام معرفي لما أنت بتقول أنا حياتي بانية على السنة ورسولي وإلهي كاملين مثاليين لا يمكن أن يخطئوا بيصير أنت تفتحها لحالك مجال اسمه الإلزام المعرفي بمعنى أنا فيني فوت على النصوص طبعات إقراهن بر الوريدين ما عدي مشكلة معها حب الآخرين ما عدي مشكلة معها الصلاة أوكي صلي لحالك مشكلة الزكاة الصيام أوكي شغلات عبادية جميلة واب زواج الأطفال واب قتل مرتد واب ضرب النساء واب قتل الكفار هون بصير في عندك في عندي أنا فيني إلزمك معرفيا بالآلية الحياتية النصية تبعك أنت خاصة أنه هي حرفية نصية مدونة فإن كنت أنت فعلا ما عندك رد أنت شو كنت عم تعمل عم تعترف أن هناك ما يصيب وما يخيب في الدين تبعك أنت عم تطعم بالمثالية تبع الدين صديقي سيراج نعم بتقول الأخو الملحد بيلقي اللي بده إياه وبينتقده بزواج عائشة لكن شغلاتي من جبله إياها جدية بيتجاهلها بيدري جاهلها لأنه هذا إلزام معرفي لألك وليس له أنت عم تقول أن هذا الدين صحيح ومثالي ولا يمكن يكون في شي غلط هو عم يجيب لك شي غلط فأنت بتروح بتقول له فأنا سأجيب لك 200 شغلة صح طيب هل 200 شغلة صح بتلغي الغلط هل إذا أنت جيبتني أن الرسول كان جيد وكان عنده درع عند اليهودي وكان اليهودي يكب على إزبالي وكان مسكين هذا الشيء بيبرر أنه تزوج طفلة عمر 6 سنين وبنا بها وهي في التاسعة هو عمر 54-55 سنة هل هذا الشيء بيبرر نعم إذا بتجيب 100 عمل جيد للرسول ما بيبرر أنه تزوج طفلة من مثال اللي أنت جيبته من شوي الفكرة أنه إن كانت القاعدة أنه هو الدين والله والرسول مثالي شغلة وحدة فقط بتطعم بهذه القاعدة تبعك صديقي سيراج هاي الخطورة تبع الدعاء المثالية هاي الخطورة تبعها الدعاء المثالية هو الدعاء عظيم لكن متهافد جدا وسهل جدا يطعم فيه لأنه بيطلب شغلة وحدة فقط لما تقول أنت أنا الرسول تبعي والإله تبعي والدين تبعي ليس بالضرورة مثالي لكن أنا بشوفه جيد جواهات ساعته هون من فوق تبع رسولك عمل أنا قلتلك قلتلك ديني ليس مثالي أوكي إذا حيك أنا آسف خالصين فنعم هذه هي خطورة المثالية صديقي سهل جدا أنت تطلب خطأ واحد فقط فهذا المثال أنت جبته عن صديقك اللي هو لا هو هو ليس مسلم ما له ملزم بالنصوص أنت عم تقول نحن ملزمي بالنصوص وأنا موسيك أنا حابب يعيش بدولة ألزم فيها النصوص هاي للجميع فهو داك قال لك هدي شوي لك طلع لك فيه واحد اثنين ثلاثة غلط انت قلت له طيب في عندي اثنين أربعة خمسة ستسح قال لك يا على عيني أنا معك هدول حلوين لكن الغلط شو نساوي فيه مو أتجاهل ولا نسالي يا الله الغلط شوف الحلوين ما أحلى هون سيراج لا سيراج عبود سيراج 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 صديقي وأخي وحبيبي سيراج 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 نقطة في بحر صديقي لكن تبقى نقطة هي هاي الفكرة هذه حكيناها من شوي من المثالية انت عم تقول لا يمكن يكون فيه غلط لكن فيه نقطة بهالبحر اللي هو كله صحيح وجود النقطة معناتها ليس مثالي في شي غلط هذا نعم حاب ناقشه نحنا بعدها لاتي نقطة في بحر يقين نقطة تشكل في بحر يقين هذه هي اعتراباتك حتى لو أردت عن تعترف وإما أن تأخذ بعضها وترمي بعضها على هواتك فبالتالي أنت صاحب هو أنت لست باحثا بل صاحب هو أعلنها أنا صاحب هو وأختاره مع أشاء وقتكم أشاء فبالتالي أنت لا داعي للنقاش معك أصلي أنا معك أغسيراج الشخص اللي بيختار الشغلات اللي هو بيشوفها بتناشى مع أفكاره وبيعتبر الصحة لدينه بعدين بتجهل أشياء اللي بتطعن أفكاره وليست صحة لدينه أنا معك إنه هذا الشخص بائع هو وإذا رجعنا بهذا الفيديو بعتقد فينا نتفق أكتر أنا وياك على هذا الشي على هذه الحال وإما أن ترفضها كلها أن تقول يا أخي هذه السرية كلها أنا لا أثق بها بهذا نحن نرد عليك من جهتي أنها مثبتة تاريخيا وهذا نقاش نخوضه فيه لا مشكلة في ذلك نخوض ونسبحه وفي الحلقات القادمة ما يثبت ذلك حصول هذه الأشياء إن ثبت إنه شيء حصل تاريخيا هذا لا يعني أنه الدين صحيح الشيء الوحيد يثبت منه أي دين صحيح ووجود إله ذلك الدين خاصة أدياء أنت تدعي وجود آلهة أي دين يريد دعي وجود آلهة الشيء الوحيد اللي يريد أن يثبت وجود إلهه فقط ولا أي شيء تافي داعي نرجع للتاريخ ومين ننتصر على الحرب ومين ادعاء وضبط ومين نزعى ومين تزوج وحده مهم كله طلع هذا الشيء لا أسمع منك نقضا الإسلامي إلا أشياء تابعة مثل أن الكعبة إلا كانت في البتراء أو النبي شخصية هيتبع آدم مصر شخصية وهمية النبي شخصية وهمية هي ما بعرف مي والقرآن سورياني وهذه الأشياء قرآن سورياني هيتبع شريف جابل هذه الأشياء إذا أعرفت أن تتبعناها فهتصبح أضحوك يعني أنت غريبة خاتمة بس ليش عم تحاجم ليش ما جبتلي يعني أنا زماني تكلمت عن عن القبلة بصراحة بشكل جديد جيد جدا ما بعرف من رأي لياها تتكلم عن شريف جابل وعن آدم مصري وعن الحادة ثالث لكن يعني من رأي لياها الأخ سيراج أنقذني فأنا في ثلث الغلالي تحدثت مع جمع كبير وكثير من الذينين حتى أنني كنت أخصص جزءا من وقتي للحديث معهم وهم ربما يسمعون ذلك ويعرفون كيف دارت النقاشات حول الأسباب التي أدت بهم إلى الضغط فتعليقا على ذلك أريد أن أقول أن معظم الأسباب التي قدموها على اختلاف شخصياتهم معظم الأسباب التي قدموها ولا أريد أن أقول هنا كل معانا كل هنا ربما تصلحوا لأن تستخدم لأن الاستثناءات بسيطة جدا فمعظم أسبابهم تافية أعطيك يا غني الأخير لكني لم أصارح أنا أعطيك يا غني الأخير هذا اسمه استهجان خاص صديق مغاطرة استهجان خاص لما تقول بأنه أنا حسب تجربتي الناس اللي أنا حكيت معهم كان عندهم مشاكل عاطفية مع الدين وبعدهم تقول هذا هو للحد هذا اسمه استهجان خاص لأنه فينا نجيب شخص تاني ولأن اجتمعت أيضا مع ملحدين آخرين وأسبابهم كانت غير عاطفية فمين كلاب الصح بيكون بيناتهم أنت ولا هو تجربتك الشخصية مع مجموعة من الملحدين لأسباب العاطفية لا يعني أنه جميع الملحدين أعتوا بذلك صديق بذلك في ذلك الوقت لكن الآن أنا مفرر لأن أكون صريحا هي الأسباب التي قدمتموها تافية يا سيدي لا تستحقوا معها أن تذهب في طريقة الضلال وتترك الهدى ولا حتى شخص عاقل يمكن أن يتخذ من هكذا أسباب كحجة لإتباع سبيل الضلال والحيد عن الهدى وأنا لا أصفها بأنها تافية حقدا ولا غيظا ولا لأنني أختلف معها صراحة لا يبدو فعلا أنا أتفقد أن لا يبدو عليه الغيظ والحق طريق طرحه فعلا هو يبدو أنه يعتقد أنه تافية أنها فعلا تافية صدقني والله لو كان وصف يناسبها أكثر بمعنى أنه اللادينيين أيضا يرون أسباب الإيمان عند الإخوة المؤمنية هي أسباب تافية وأنا أصلا بدأت بحذف بعض الفيديوهات وبدأت بمراجعة ما فيها وبدأت بحذفها لأن اكتشفت أنه ما فيها كله باطل ولا شيء منه صحيح بتمنى لو نعرف شو هي الأسباب اللقيتها باطلة بالفيديوهات لأن فيديوهاتك أنا برأيي خاصة لقديمة تحف فنية بصراحة بشوفهم لأن أجمل الأشياء اللي موجودة بالساحة اللادينية فأنا كإنسان باتفع مع كثير من الأفكار اللي فيها خاصة الأشياء اللي أنا بتأكد من المصادر تبعها بتمنى تشرح لنا شو كان الشي الموحلو فيها لحتى نتعلم باكم نغير رأينا عن جد أنا كتير بحب غير رأي أنا حياتي كلها بانية على فكرة أنا لا أمتلك حقيقة المطلقة وأنا مستعد لتغيير رأي حسب المعطيات فأعطينا معطيات حتى نغير رأينا أود لف ذات وبتكون هاي خطة حلوة منه إذا بمستابل بيعمل فيديوهات الرد على سيراج يعني هو بيرد على نفسه بيجيب فيديوهاته رديم يقول أنا أخطأت هنا هنا أود لف تيهير ذات لكنك كلادينيين أو كبال تريد اختراعة عجيبة غريبة لكي تبقى على كفرك فانتبه لقوله تعالى ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة فأنت في خسارة مستمرة لعقلك ولنفسك لهذا تخترعه هكذا فينا انتبه على قوله تعالى أيضا إن الله لا يهدي القوم الكافرين معنى الموضوع هو بإيده فإن كنت أنا من القوم الكافرين والله لا يهديني ما أفشين هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء الله هو بإيده الموضوع ففينا انتبه على كثير أقوال متناقضة أو يعني ما بتتماشى مع الشيء اللي أنت تحكيها به وأما حالي أنا فهو قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط المستقيم لا أكثر تماما هو الله اللي قرر يعمل هذا الشيء لا بإيدك ولا بإيدين موضوع فهد عيننا بالهداية سيراج وبعضهم قال مخطوف ومهدد وهذا إمعان في رب الواقع وهذيان لا معنى له هذا هذيان لا معنى له وقبل أن أختي ما أريد أن أكرر أنني سأقوم بعمل فيديوهات أرد فيها على كل ما طرح سابقا وأبين العوجة والضلال الذي فيه لكنني مجددا أدعوك للتوبة قبل هذا فسارع في الضلال سابقا بلا أن تدقق وأن تبحث فسارع اليوم في الهدى ولا تقول ما يبدو الأخ سيراج نفكر أن الناس عن جد حرفية مثل القطيع ونحن بنسمع سيراج بقول شي منتبعه بشكل أعمى ممدئي ورا بوعدك صديقي لما بنربع لديه معين صعب كثير نخرج عنه كثير صعب ما له كافي أنه نحن نسمع إنسان عبتكلم 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 هذا الأخ لماذا تركتر إسلام حدا بيترك الإسلام هاتوا نشوف كبس على الفيديو هلعانك الله يخرب شو هم بتحكي شو هالكذب لابنين جبتها الرسولي أنا إلهي أنا هاتوا نشوف بيكتب لك بالكوميتات بيسبك مدير شو في قسم ثاني من هدون الناس شو بيعملوا بيروحوا بيدوروا تعال نجيب الآية أخي أنا شو بدي بحي سببها إززا ما يصطفى إني آمي حق دور على الآية هو قال أنه في آية بالقرآن بتقول كذا وكذا ها ندور نظامي موجودة موجودة هالآية بالقرآن طيب شو سببها طيب هات لنسمع الشيوخ بيسمع الشيوخ شو هالردود هاي ما جاوبت عن الموضوع أنت نازل لي بقى الباتريون والمرأة غوريلا تجاوبني الموضوع ليش في عندنا سبايا أو طاسبق شو هادي صيب ما حدا عم يجاوب نسمع مرة تانية هذا ومنبحث من وراه متأكد الناس مو سهلة عليها اللي عم بحاول أقول لك يا صديقي بيع لآخرة تباها الناس اللي قررت عن جد ترك الدين هي عن جد مستوعب أنه فيه مشكلة بالدين دوروا من ورانا ما حدا حيسمع لأنه أنت شكلك جميل ولا بيق أو لأنه أنا بقول لهم مرحبا يا حلوين عام الناس او والله كلامه صحيح خايف الناس في خوف من الدين فتعمل لي أنت الناس مثل قطيع ماشيين فسارع على الهدى كما سارعت على الضلال ما حدا سارع على الضلال ما حدا كان بده الضلال صديقي الضلال صعب يا صديقي الضلال بيتطلب بكاء بالليالي وتفكير وخوف وكسر للمعتاد وتعب اجتماعي وعائلي ونفسي صعب اللي أنت مسميه ضلال سيراج مع مين عم بحكي نعم بحكي مع سيراج حياني بيعرف أنا عن شو عم بحكي فخلينا أخفف شوين سيتنا عم نحكي مع سيراج أكمل علي وآخر ما أختم به أنا الحمد لله رب العالمين كذلك نقص عليك من أنباء أوه بآية هاي تبقى هاي حركة هاي ثم طلعت أنا أكتب له لسيراج أنا أكتب له كومينت لازم نكتب له كومينت سبحان الذي يهدي من شاء يظل من يعفعه هذا أنا أكتب له إياها بصراحة كنت مالي متوقع لهذا الفيديو نصدمت فيه مصدوم بهذا الفيديو مو بالإسلام تبعه لسيراج مصدوم بالمستوى لكن ما لي حابب أحكي كثير بهذا الموضو حابب يكون حكيم شوي بس كمال الأمن الشخصي نكون لحتى يعني لحابب أقول أنا أم أتخيل تخيلوا مثلا لو بيثال طبعا مضحك هيك من عقلي لو جماعة مسلحة ماسكينه لسيراج وهو قال لهم إذا بتأطلقوا صراحي مو بس بمحي الحلقات بعمل فيديو وبخلي كل ملحد يرتد بس أطلقوا صراحي فقبله له تفضل معك فرصة واحدة معك فيديو واحد ترفعه بتعمل هذا الشيء لأطلق صراحة فهو بيطلع بالفيديو وعم بيحكي وعم بيتكلم وعم بيحكي هلأشياء عويساوية وأنا قاعد هون اللا وما عجبني ووقع بمغالطة ديئة كذا واسمها وهدنك جماعة لعنك الله تقع بالمغالطات هي هذا ونازلين فيه ضرب ونحن عادين هون ولا تنسوا تعملونا لايك وشير وسبسكرايب ولا تنسوا تشتروا كنستير جديدة هذة كنستير جديدة هذة كنستير تبعه بلاش يتبلور الصورة برأسي أكتر تخيله عن جد هذا اللي صار إذا هذا اللي صار أوكي بعد إعادة التفكير والتمحيص باللي سمعته بهذا الفيديو أنا أتفق مع سيراج بصراحة يأس أنا أتفق مع سيراج لأنه بعد كل هالسنين الطويلة من البحث والنقد والتفكير والضحض للأفكار أنا ما كنت عرفان أن الرسول توقع انتصاره ببدر وانتصر ما كنت عرفان هذا الشيء بصراحة فنعم الرسول أيها الأمن ما لا تشاهدين أشهده يومك أنه ليس إله إلا الله بيئة واضحة كل الوقت نظر أنا فعله أشاهدوا أصدقائي شكرا أنا شاهد Wirtschaft لأسيراج صحيح إذا بيترجيني مسيرة سيراج مهنية على مدى مدى 10 سنين وفيديوهات تبعه وبعدين يقول لي هذا الشخص أسلم لأنه أرى الأحداث تبع صورة بدر بصراحة تبع معركة بدر عفوا يقول لك نعم يجب أن يجب أنه لازم كلنا نأتسي بأس وتن بسيراج دعونا نمارس بعض الحكمة ونتجنب النقد الزائب بسكر مال أمان الشخصي للأخ سيراج أول شيء أنا مبسوط فيه بصراحة بالفيديو أنه سيراج بأمان وواضح أنه صحة جيدة والحمد لله هي أكتر شغلة ساعدتني بصراحة لأنه لما عمل البوست ومزح الفيديوهات الموضوع كان فيه كثير إشارات استفهام ومو واضح إذا هو بخطر أو صار عليه شيء فأنا بسوط من شفنا شفنا وش هو الحلو بالفيديو شفنا أنا مبسوط بهذا الشيء إن كان مضغوط هاي أشياء كلها قد تكون تحييزات فكرية مخلوطة بتوقعات خاصة ما بدنا إياها مثل ما في كثير من الناس قاعد تقول مستحيل يكون محل الفيديوهات محل الفيديوهات مستحيل يكون هو اللي كاتب طلع هو اللي كاتب مستحيل يشوفوا الأخطاء اللي ملاقية طلع سيراج مستحيل يأسلم طلعهم أسلم فخلونا نتجنب التوقعات ونقول بكل بساطة نمشي على الواضح الواضح إنه هذا الإنسان أسلم فإن كان هذا الإنسان أسلم أنا سعيد جدا بهذا الموضوع لأنه صار عنا حدا نتواصل معه مثل ما قلت لكم مسبقا ونحكي معه يعني سيراج أنا فيني أرفع التليفون بعكس يا دقوني بي هيثم طلعت عبد الله رجدي الناس اللي ما بترضى تتكلم معنا ولا يجوزوا حوار الملحدين مرحبا حبيبي سيراج حابة بيطلعنا إياك المقابلة نتكلم فينا نعمل هذا الشي سيراج بيضل أخونا وحبيبنا شو ما صار يصير الفائد اللي فوته سيراج على المجتمع العاربي طبعنا أكبر بكتير من سيراج نفسه أصدقائي سيراج نفسه هو كشخص واحد مو مهم ولا أنا كشخص واحد نحنا مو مهم مين مهم التأثير طبع الناس الناس اللي شافت فيديوهات سيراج القديمة ما تركت الدين لأنه سيراج بيهداك الفيديو كان كالنا تفكروا الناس بحثوا أنت عطيت أدوات للناس لتبحث اتأكدوا بالأدوات نفسها الصحيحة ووصلوا لنتائج مشابهة لنتائجك عودتك أنت للدين ما بتغير شي بحياتهم لهذا الناس لحتى تعطيهم أداة توضح أن الهنن عليه غلط وأنا هذا يتمنى يصيب الحلقات القادمة لكن توقع جانبي إزا هي هي المقدمة حكوم في شي جديد ما حكوم في شي قوي ما في شي اصدقائي بوقتنا اسمه إثبات وجود إله ما حدا بيد إله وحدا بيدر يعمل هذا الشي كان من زمان العالم آملت لكن ما في أدلة عوجود الآلهة لا يوجد في حجج عوجود الآلهة إن كان الكون كده يمكن في حجج متوصلنا لأنه ليس من المبرر إيمان وجود آلهة لكن من المبرر اختراع آلهة لحتى نسد الثغرات الفكرية تبعنا موجود هذا الشي أنا ممن الناس يحب ابني وأفترض شغلات غير موجودة قد تكون بشان عبي الثغرات المعرفية تبعي أنا مرتاح مع عدم المعرفة تبعي لأنه عدم المعرفة بيحفزنا دقابا نفكر وندور ونبحث افتراض المعرفة بيجمدنا خاصة من افتراض المعرفة فيه تعصبات فكرية فيه أذر الآخرين فيه سوء على حياتنا وحياة الناس اللي حولينا نعم سيراج بيظل أخي وبيظل حبيبي بتمنى هو يكون شايفني بنفس الطريقة شايفني أخرق له حبيب لأنه بصراحة ما تغير شي بنظري على غير الإنسان كان عم مرتقد معين وترك يا ريت الفيديوهات تبعوا بالساعة موجودة للإدهمة لأنه كثير جيدة ومفيدة لكن يتفهم للشخص مثل عادل الإسلام حابب يبتعد عن هذور الفيديوهات متفهم هذا الشي لكن متمنى يعطينا فيديوهات أحلى بمستقبل من اللي هو عمله لأنه متوقع بصراحة ما يحصل لأنه إن كانت هي المقدمة فما في شي مبشئ بصراحة مستوى الحجج والقوة والطرح أبو قبل الضيئة 18 إياه الضيئة 18 وستهات لنرجع عليها هات وننشوف لا يفهموا باللغة لا يعرفوا كيف يقرؤوا الآيات أسمع لا يفهموا باللغة لا يعرفوا كيف يقرؤوا الآيات أسمع أنا فكروا أنه سامحني ومراق لي وقعدين أنا ونسراج عم نضحك على آدم المصري وعلى شريف جابر عم طلع سراج حاطت إيده بابنطلون وأنا ويعدين عم نضحك سوا هل تعلم ما؟ بعضها هو قبل ما بروح المسلمين ببوصلة الحجد بس الحقيقة الحقيقة ان كان هناك شخص حابب ينطقت طرحي اللغوي اتسيراج الحياني